بعد مرور خمس سنوات على انتلاقة بطولة أوروبا لأبطال الدوري أو ما تعرف حاليا ببطولة دوري الأبطال كان السؤال الأبرز في أوروبا من الذي يستطيع إزاحة ريال مدريد من القمة ريال مدريد تفوق على الجميع لن يستطع أحد إيقافها أو هزيمته لذلك في بطولة 1960-1961 كان الجميع يسأل من الفريق القادر على ذلك أم لا أحد ويستمر الملكي في القمة اشتركوا في القناة كانوا المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية وهي دور 16 لن يكون هناك تقسيم جغرافي في كل مجموعة تسعة فرق يصعد فريق منها عن طريق القرعة مباشرة إلى دور 16 كانت نتائج القرعة لغرب أوروبا بنفيكا ضد هارتز وبرشنونة في مواجهة ليرز ويونج بويز أمام لامريك وأخيرا ريمز ضد جونس إيش أما نادي بيرل الإنجليزي كان من نصيبه أن يصعد إلى دور 16 دون مواجهة وفي الشرق كان على اليوبي مواجهة سيسكا صوفيا رابي ديفيا نعمان بشكتاش والنجم الأحمر ضد أوي بيشتي دوجا استوى بخاريس ضد دهرادتز كرالوغي وبناثنياكوس إلى دور 16 وفي مجموعة الشمال أيكس يواجه فريدريكستاد آرهوس ضد لقاوارسو ومالمو يواجه هلسونج فورس وأخيرا غرينافون يواجه فيسم كارل ماركستشتاد والتأهل عن طريق القرعة كان من نصيب هامبورغ بهذه الطريقة سيتأهل 15 فريق بمعدل 5 من كل مجموعة جغرافية إلى دور 16 والفريق السادس عشر سيكون حامل اللقب ريال مدريد بسبب التأشيرات ورفض البعض اللعب في أرض المحايدة انسحب نادي إيستي وبخاريسة الروماني وغرينافون للأيرلند الشمالي يتأهل هراد اسكرالوفا تشيكي وفيسمة الألماني الشرقي مباريات المرحلة الأولى لم تحمل أي مفاجآت بسثناء مواجهة اليوفي مع سيسكا سوفيا بعد الفوزي ذهاب الـ 2-0 خسر اليوفي لإياب 4-1 لتكون مشاركته الثانية نسخة مكررة من المشاركة الأولى خروج من الدور الأول برشلونة وبنفيكا ظهران لقوة في ثاني مشاركة لهم في البطولة الأول تجاوز ديرس البلجيكي ذهابا وإيابا دون أن يستقبل أي هدف والثاني تفوق على هارتسلوسكترندي ذهابا وإيابا أيضا في دور الـ 16 هناك تلاسكن آخر الريال والبرشة مرة أخرى بعد نصف نهائي لأبطال السنة الماضية والذي تفوق فيه الملكي ذهابا وإيابا هذه المرة جاءت المباراة والفريقين يمرون بفترة ممتازة على المستوى الفني الريال متقدم على البرشة في صدارة الترتيب الدولي الأسباني بفارق لقطة بعد مرور ثمان جولات مباراة الذهاب في البرنابي وانتهت الثنين الثنين بعد سبوعين على ملعب الكامب نون مباراة الياب استطاع البرشة الثعب وسطات قريبهم من القمة الأوروبية بعد احتكار خمس سنوات الريال لأول مرة خارج البطولة الأوروبية جاء ربع النهائي بالنسبة لبرشلونة والأمور قد تغيرت خسر المنافسة على لقب الدوري بعد انتراجع لمركز الثالث خلف أندية العاصمة الريال وأتريتيكو وتمت إقالة المدرب لغوزلافي بروشتيش وحل بدلا منه المدرب الأسباني الريكي أوريزاولا خصم البرشة في ربع النهائي هرادة سكرالوفا تشيكي والذي تجاوز في دورة 16 بلاثرياكوس اليوناني فريق كان قبل سنتين في الدرجة الثانية تشيكي ومن أول موسم صعد فيه للدرجة الأولى حقق بطولة الدوري ومن أول مشاركة بالأبطال الوصول إلى ربع النهائي لكنه توقف هنا حينما خسر مباراة الذهاب في برشلونة 4 صبر وفي مباراة الإياب قدم مباراة جميلة أمام جمهوره وتعادل وعد وعد اشتركوا في القناة في انتظار الطرف الثاني الذي سيواجه برشلونة في نصف النهائي سجل نادي بيرلي من أول مشاركة لا نتيجة مفاجعة بإخراجه في فريق أكثر منه خبرة وهو نادي ريمس الفرنسي الوصيف للأبطال مرتين وكان الانتصار لفريق الإنجليزي من برات الذهاب 2 صبر لا كار على مباراة الإياب في فرنسا والتي خسرها درادة 2 يتأهل بمجموع المبارتين 4 غرابة وينتظر بيرلي مواجهة صعبة من بطل ألمانيا نادي هامبورغ والذي تجاوز بدوره نادي يونج بويز السويسري بمجموع المبارتين 8 ثلاثة في مباراة الذهاب تغوق بيرلي 3 واحد لكن في مباراة الإياب انتهت لهامبورغ 4 واحد في مباراة كان لجمها أوفيسيلر ترجمة نانسي قنقر هامبورغ هو الطرف الثاني في المواجهة النصف النهائي مع برشنونة في الجهة المقابلة تفوق من فيكا على أوي بوشتي دوجا الهنغاري دهاب 6 ثنين في برتغال كانت كافية لتأهل رغم خسارته الإياب 2 واحد وفي ربع النهائي تفوق على آرهوس الدنماركي الذي تجاوز فريدريك ستادا النرويجي في قمة سكندنافية الطرف الثاني في نصف النهائي هو رابيد فين النمساوي الذي وجد معاناة كبيرة في تجاوز في اسم الألمان الشرقي بعد ثلاث مغريات وفي ربع النهائي يواجه رابيد نادي مانمو السويدي الذي تجاوز سيسكا صوفيا بالغالي الذهاب تفوق رابيد على ملعبه 2 صبر وفي الاياب كرر نفس النتيجة على ملعب مانمو لتكتمل مواجهات نصف النهائي برشلونو هامبورغ بانفيكا ورابيد في النصف النهائي الأول بين برشلونو هامبورغ دخل الفريقين المباراة بظروف المتشابهة بعد خسارتهم الإلقاب المحلية لذلك رمى كل فريق انثقل على هذه البطولة وهي الأهم في المباراة الأولى فاز البرشا 1 صبر وفي المباراة الاياب كاد هامبورغ على ملعب أن يكسب بنتيجة 2 صبر ويتأهل للنهائي لكن هدف الهنغاري كوشش في الدقيقة الأخيرة أنقذ البرشا ليذهب الفريقين إلى مباراة ثالثة فاصلة في أرض المحايدة الأرض المحايدة كانت ملعب العاصمة البلجيكية بروكسل استاد هايسل بهدفهم في نهاية الشيط الأول من هدف الفريق البرازيلي إيفاريستوية أهل البرشا إلى النهائي في النصف النهائي الثاني لم يجد من فيك صعوبة في الوصول إلى المباراة النهائية هزم رابيد في لشبونة ثلاثة صبر وتعادل معه في فيينا واحد واحد ليكون الطرف الثاني ما برشلونا في المباراة النهائية موسيقى 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 حدثت بعض عمان الشغاب بعد نهاية المباراة موسيقى 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 كانت موضوع لسيارة هناك كارثن منذ سيارة بالنسبة لذيئة منذ سيارة والدخول لذيئة والدخول لذيئة ماريو كولونة من الظايلة من الظايلة منذ سيارة أرسل باسترد منذ السيارة في مدينة المنزل تنمتلك الانومتراك جلونا من الدفاعaran من الاجهة الدفاع مردنا البداية في الصحقة من هذا الناس و режим الم Barnabas نظر الى من الوضع الوضع وchiedن وضع الزائع وإن مالا من اللمقين الخاص بكشترا امانا من الوضع النظر لن امانا من العسان الإهارية موسيقى موسيقى La crítica deportiva reconocería después que el Barcelona hizo méritos más que suficientes para haber conquistado la victoria en este decisivo encuentro. Mوسيقى